نيضال صادق معالج نفسية موجودة معنا بفقرة فاميلي وموضوعنا لليوم هو موضوع بفتكر حالي من مجتمعنا من يومياتنا وهو مفهوم العائلة عند شبابنا عند ولدنا صبح الخير نيضال اليوم موضوع العائلة منحس ان كل ما بيمرق جيل كل ما بتخف شوي بيخف شوي التعلق يمكن عم نحكي بالعائلة الصغيرة وكمان واكتر بالعائلة الكبيرة يعني نحنا اليوم ولادنا بعد يمكن بعد اكتر منشوف اهلنا امنا وباينا واخواتنا بس قدي عم نشوف الكوزنز وقدي عم نشوف عمتنا وخالتنا وتاتا وكلها العائلة اللي اكبر شوي هلأ لا شكرا يعني هو المفهوم بده يتطور يعني ما فيه بقى مثل من قبل خاصة في كتير اشياء تطورت يعني خصائص المجتمع بطلت مثل من قبل يعني أنا اليوم ما فيه يقول انا كيف كانت ستة تتعامل يعني انا بدي اتعامل وبالتالي انا وليدي ما فيوني يتعامله مثل ما انا بدي اتعامل من هيك هو المفهوم عم يتطور في عوامي بس مش معناته صح وهي بتساعد يعني هيدا خصائص الاجتماعية هي بتساعد انه الشباب يبلوروا هالمفهوم ويصير احسن نحنا دايما بنقول هيك حبه بلش بمثل وانا هيدا المثل بحبه لانه نحنا الوقت نفكر انه نحنا قدي بنظل نقضي وقت مع بعضنا وقدي بنكون مع بعضنا وقدي بنكون متلحمين بيكون احسن هيدا مفهوم هو خاطئ يعني دايما راح اقول للمثل انه كبكوب الشوك كانوا قاعدين مع بعضهم كان في برد كتير يعني بمغارة صاروا يقربوا كتير ع بعضهم صاروا يشكوا بعضهم وينزل دم صاروا يبعدوا ارتاحوا بردوا كتير وسقعوا كمان صاروا يجلدوا ويموتوا صاروا يقربوا شوي شوي تشوفوا اي مساحة لازم يكونوا عليها من هيك هي بين العيلي وبين العيلي في مساحة معينة لازم تكون موجودة اذا كانت كتير قريبة هي ممكن تدرنا واذا بعدنا كتير كمان راح بتدرنا من هيك بدنا نفتش على المساحة قديل لازم تكون وكيف نخلق هيدا المساحة يعني هيدا الدور هو مسؤولية الاهل يوصلوا للولاد وبالتالي وقتا يصير الولد بعمر الشباب هو كمان مسؤوليته يعرف انه انا اليوم شو بدي يرد لأهلي لزي تخيل ناقص مثل ما بيقولوا على اللبنانة يعني ضال واكيد نحن بنطلب اراء مشاهدين على 0464ات واكيد اي سؤال بيحبوا يطرحوا من جهة مباشرة على الهواء لزي تخيل ناقص بمعنى انه نحن كمان اليوم يمكن معنمط حياتنا مثل ما ذكرت وهلأ بنحكي عن العوامل يلي بتخلينا شوي يمكن نقصر بين موزدوجين عن العيلة ان كانت الصغيرة او العيلة الكبيرة بس لانه عم نحس حالنا اوقات عم نقصر منصير نزيدة بمحلات تانية يعني بيصير فيه كأنه حلوة كتير هيدا لانه نحن بلشنا عم بتقولي نحن عم نحس حالنا انه عم نقصر من هيك في شي دايما كمان بحب عيده انه نحن ما نخاف من عدم البعد ايه وما نخاف اذا ما قضينا وقت كتير مع ولادنا نحن نخاف اذا قضينا وقت وما كان هالوقت هو مهم نحن وياهن يعني او كان وقت فيه سترس او كان فيه تعب او وقت للانتقاد حلق بنعدهم بس بنهيك يعني خاصة الامهيت اللي هني عاملات ونشطات يعني فيه ناس بده تسقف حالا عالصعيد المهني وعالصعيد هي الشخصي وبده تتطور ما تخاف بالعكس هي تقول انه انا بس ارجع عالبيت اذا نصف ساعة قضيتها مع ولادي وهي دي النصف ساعة هي كانت بمحلة يعني انا عم حبهم عم بلعب معهم عم غنجهم هلا قلت نصف ساعة بس انه هي بس يعني دالا هلا هلا هو مش موضوع بس ارفتح هلالان كمان بالموضوع إنه كمان ما فينا اليوم نحكي كتير نظريا لأنه حضرتيك بتشتغلي عندك أربع ولات اسم الله عليك وأنا نفس الشي وأختي ورفقاتنا والكليكز عنا أو قد توصلني على البيت يعني أشيغلي من الستة للستة مثلا أدي عن جد هالأم بدو يكون عندها طاقة وصبر يعني يمكن أوقات بس بديك تجي وتنامي أو تجي هيك وتستلقي على الصوفة يعني هون كمان يعني بنا نرجع كمان لموضوعين هو مفهوم العائلة يعني هون اليوم وين مفهوم العائلة هل صار شغلنا أهم هل صارت حياتنا برا أهم إذا عولادنا ما عم نقدر أوقات نلحق كيف بدنا نلحق على أهلنا على قرائبنا وغيره وهذا اللي قلتي هو أساسي من هيك أنا رح قاطي كمان شي بسيط اليوم إذا وصلت أنت تعبيني على البيت بديك تنامي كي صارت في يمبارح إيه وليلون بس هيد الجملة تعوني محدة كتير تعبيني بس بدي أغمر كنوني شو نسمع شو نعمل بالتاريخ والجغرافية اللي بدنا نسمعون ما هيك هلأ هو بدو يقطع ومالعشاء والمدري شو بدو يقطع فترات وما بدنا نعتلهام يعني أنا فيه إذا يوم قصرت أنه أنا ما سمعت لون التاريخ والجغرافية فيه يوم إذا قصرت يعني ما بدي عيش بالزنب وما بدي حسس عائلتي أنه أنا إذا قصرت عيش هيدا الشعور وإنقللهم يعني هني بتقليق بنرجع لقصة القرب والبعد أكيد يعني فيهم يكونوا independent كمان أكيد وفينا نعلمهم يعني فيه أنا أتصل معهم وقللهم عملوا هيك وأنا بس إجي بدي أرتيح عشر دقايق وهيدا حقك أنك أنت ترتيحي هالعشر دقايق وهالربع ساعة لو قد ما يكونوا صغار وتقولي لهم أنا رح أرجع كون معكم ونقضي وقت سواء لأنه بالنهية هيدا الجسم بده يتعب هيدا الجسم عنده خصوصيته وعنده عوامل بتأثر عليه فمن هيك كتير مهم أنه أنا أعرف نظم هو التنظيم بالدرجة الأولى والأنت يكون عندك الولد أنه أنا كون عير فيه أنه أنا بدي أهتم بولاديك الجسم وتعب الجسم هو بينعكس على تعب العقل وتعب العواطف وتعب النفسية وكيف تعطي يعني كيف تعطي مع بيق العيلة يعني أنت إذا تعباني بتصير أخلاقك صعبة يعني مع الزوج ومع الولاد ومع العم بيساعدك ومع العيلة الكبيرة يعني كل هول بس أنت فيك تكوني على قد واضحة وتعلمي لحواليك أنه أنا بدي أرتيح بالدرجة الأولى وأرجع أنا أعطي كل اللي بيقدر عليه للولاد بالدرجة الأولى يعني وللعيلة والعيلة الأكبر أني دال معناتها البعد الجسدي مش هو يلي بيدمر مفهوم العيلة وهيدا اللي لازم يمكن نشدد عليه اليوم وكثير مهم نسمعه ونفكر فيه لأنه كثير نحنا منخاف يعني البعد الجسدي عم نحكي شغل أو عم نحكي سفر كمان للجنة والشبابنا أكيد يعني اليوم نحنا منسمع أن نفوت على الشباب أنه يد اللي مسافر أنا بس أقول هالكلمة يعني هون أنا بكون عطيته شعور بالزنب أنه هو رح يسافر ورح يحس حاله أنه هو أثر كيف ترك أمه وبيه أهم شي نحنا هيدا المفهوم من نقول لهم إيه أنه هني عم بأسروا بحقنا بالعكس نحنا لازم نشجعهم ونساعدهم أنه أنت إذا سفرت نحنا بكرة بروح لعندك نفسر له كيف رح بيكون المستقبل وقديها المستقبل رح بيكون حلو ونحنا رح بنضل عطواصل نحنا وإيه يعني نحنا ما فينا نقول له بكرة رح بيروح وينسينا يعني إذا بلشنا نستعمل هكلمة يعني نحنا مشواسئين إيه صح ونحنا ربيناه أنه ينسينا لأنه هو فيه يكون حدنا وينسينا ونحنا قدي بنشوف اليوم بيوت هني موجودين حد بعضهم وبنفس المحل بيبعدوا بركة سوينة بس هني ما بيحكوا مع بعض وما بيسألوا عن أهلهم وما بيتعاطوا مع بعض بس إذا نحنا فيه أشياء نقلناها هي مهمة تكون بالحياة يعني الاجتماعات ينهار الأحد نتغدى سوا بدنا نعمل إفور نصلي يمكن أوقات نروح على الزيس أو أي يعني نمارس هالنشاطات سوا وقدي بنكون مواظبين على هذا الفعل بنشوف أنه الولد هو بس يصير شاب رح تكون هالأشياء واصلة لعنده ومكتسبة بدون ما يلاقي عنه أنه كيف بده ينفزها رح نحكي عنا بالتفصيل نيداليا اللي هي الحلول نوعا ما أو طريقة تربية معينة بتخلينا نحنا نسبت مفهوم العيلة وبلبنان عنا إياها الحمد الله يعني يمكن أسهل من غير أماكن أنه نحنا نقدر نسبت هيدا الشي عند أولادنا وما نكون خايفين إذا تزوجوا أو إذا سفروا أو إذا رحوا على جامعة أبعد وأخذوا دور أنه خلاص يعني معناتها فرط فرطت العيلة قبل ما تجاوبيني رح أخذ التسال ألو ألو بونجور يا هلأ تفضلي أه بدي أسألك هلأ تبعتكم هلأ على الأخير بس بهمني شغلة كتير أساسية أنا عندي مثلا بنتي راح أتعجي مع برات البلد لظروف البلد تغينا نبعتها ابني اللي أصغر عندي خوف أنه أبعته لأنه شخصيته بحس أنه منه يعني يمكن لأنه البنت والصب البنت بتضلع عم تطلع بالبيت أكتر بيت أهله السبي بيضلوا مشغول بحاله وبينسبت وحدا نيذكره هو شخصيته أنه خلاص ما عمل هالشغلة وخلصت ما كتير يرجع للأهل نعم هيدا الشي بيخوفني أني أبعته لبرجة أدي عمره اليوم 16 16 سنة هلأ وبنتك أدي عمره صارت 21 وقتها كانت 16 كيف كانت ما كانت مثله لا هي لأنه كمان الكبيرة يمكن بالبيت راح نجرب نجاوب بأكيد على هالسؤال هل الطبع هو بيخلي الأشخاص يبعدوا عن أهلهم أكتر هو التعامل بيخلي الأشخاص تبعد عن بعدها أكتر والخوف اللي بنقله لأولادنا أنا بالعكس بشجعها أنه لأنه هو كمان صبي ونحن ديما بنفكر أنه الصبي غير البنات أو البنت بتعطي حنية أكتر من الصبي بس هو الصبي عنده كتير حنية وخاصة على أهله وخاصة على أمه هو شخص عن جدي كتير حنون أنا أبنية الثانية بيعبر أكتر من بنتي حقيقة لأن بتساعدين بركي كمان رانيا من هيك أنا بنصحها للمدام أنه تساعده لأبننا بالعكس أنه كمان يبعد بيأسس حاله بس هيدا الشي معيار؟ يعني هل طبعه أو طريقة حياته اليوم كبين وشاب عمره 16 سنة عم يكبر وغيره هيدا معيار أنه يكون عم بيبعد أو يكون هو بطبعه رح يكون بعيد عن العائلة هو بالعكس أريح وأحسن أنه بنحس أنه وقته يظهر ويكون عنده أصحاب يبعد كيف ما هو مفهوم البعد إيه كيف؟ إذا كان مستقل هيدا الشي كتير منيح بس إذا بعيد بعواطفه إذا بعيد بمخيفه إذا بعيد بالاتصال والتواصل مع العائلة هيدا أكيد شي لازم نعيد النظر فيه ونفهم ليش عم بيكون بس إذا بعيد لشي صحي على الصعيد النفسي للولد هيدا بالعكس بيكون عم بعزز سأته بنفسه وعم بيخليه يعرف يكون ياخد قرارات صائبة وقرارات صحيحة من هيك نحن ويش بيتنا كأهل نفهم هيدا البعد ونحلله هالبعد هو صحي أو هيدا البعد عم بيكون مرضي يعني هو بيخاف من العائلة يعني بالمرة ما عم يسأل بيسأل أو أنه عم يبعد خيفين من شي ما بده يتواصل معهم يعني بدنا ندرس هالبوينت ونعرف هي من وين جاية وشو تبعاتها ودايما إذا فيه شي بيخوفنا عنده أولادنا ويش بيتنا ومسؤولياتنا نحن نكتشفه بعدين ليه بيخوفنا يمكن فيه شي بيدقرنا نحن كمان بدخلنا أكيد هيدا إذا نحن بنعيني من البعد بس هو الأهم أنه نحن نعرف إذا هو مرضي أو أنه طبيعي لأنه البعد هو بده يكون بمرحلة معينة نحن كل الأهل بيحسوا بأوقات بأنه هن مقصرين أو هن يمكن مع ولد غير ولد تاني أو بمحل معين ظروف يمكن ما خلتهم يهتموا بأكيد ما بعرف أدي هيدا الموضوع ممكن يحسس بهيدا الشي يعني أنه لأنه بركي أنا مهتمت بولد التاني أو التالت أو الأول أو اللي هو قد الباقيين معناته هو رح يبعد عنه من هيك إذا أنا عندي هالنظرة وأنا هيدا شي بفكر فيه طيب دايما أنا بقول بكل مرحلة أنا فيه استلحق بكل مرحلة أنا فيه شوف ارجع ثبت اي ارجع ثبت وارجع شوف أنه مع هيدا الولد بركي لأ أنا بالمراكب مني مرتاحة أنا حسة أنه عم بعذبني أنا حسة أنه عم بكون كتير فوضوي يعني الأم والبي هني واجباتهم يلاحظوا شو النقاط اللي هي عم تستفزهم أو عم بتصير غضبهم أو عدم التواصل بينهم وبين أولادهم تترجع تحيد النظر أنا بعيد النقطة كيف أنا عززت عند الولد لأن أنا البعد أنا بعززه والغضب أنا بعززه والتواصل وأولة التواصل نحنا منعززها يعني نحنا نعواحي السلبية والإيجابية مسؤولين عننا عند أولادنا رح أخذ اتصال قبل ما نعطي أخر أفكار معيك ألو ألو بونجور يا هلا تفضلي أول شي صبح عليكم صبح النور وبعدين بدي بحب أقول شغلي عن المدام اللي اللي تصلت قبل وعم تحكي عن أنه الصبي نا أنه بتفزع أنا تبعته لبرات البلد أو شي أنا بحب أحكي شغلي عن هالموضوع لأنه عطول بسمعه أنا عندي ثلاث بنات وشاب نا وعندي اثنين منهم برا يعني بنت مسافرة والشاب مسافر وعندي بنات هون هلا الشاب أنا برأيي أنه ما بيقل ولا شي أبدا أبدا عن البنت بالعاطفي والحنية والمشاركة بالعائلة من هو برا نعم بيرافق أخواته بكل المراحل وكل واحد ببرك على كل حال بيبين وقتها اللي لازم بفتكر يمكن أوقات نحن نكون متوقعين وفجأة بيظهر كل هالاهتمام هلا هو لا أنا بعرف أنه عائلتي من هني وصغار ملتحمين على بعضه بشكل منه معقول ممكن من محبة ممكن من محبة الولاد للولاد يعني للغار والكبار أنا لامسي هذه المحبة ببيتي وبشكر ربي عليا وحبا تقولها المدخلة لأنني انبساطت بالمدام كتير يلي عم تحكي وأنا بحس أنه عم تحكي مثل ما أنا عام لعائلتي ونحن بنشكري كمان لاتصالك وعلا يخليليك ياهن يا رب ومثل ما ذكرت تاني دعال يعني هذي كمان نحن طريقتنا بنظرتنا على الأمور بطريقة تربيتنا كمان نحن شو منعطي مناخد آخر هيك نصايح أو تيبس عن جدل حتى مثل ما قالنا نثبت مفهوم العيلة إن كانت الصغيرة أو الأكبر نبلج أنه هي العيلة أهم الشي نكون ما نحب بعدنا فيها ما نخاف أنه نحب وما نخاف أنه نعطي نظهر الحب كمان بطريقة كتير واضحة يعني ما نستحي حتى لو صاروا شباب يعني هو بس يفوت شابه وتغمريه وتبوسيه وتقول له خيش وشتقتلك خيش وريحتني بوسطك يعني إذا منستعمل هالكلمات اللي هي عن جد بتفتح القلب وبتعطي أملي كتير كبير هلأ نحن إذا حدا قالنا ياهن ومنون بوسط كيف تقى إذا كانوا أولادنا إذا كانوا شباب يعني ما نستحي وما نخاف أنه نحن نظل نغنجهم قد ما يكبروا وإذا هن بعده نحن نرجع نقرب يعني مش غلط إذا نحن أولادنا كانوا بعض نحن ندقلهم ونقلهم نشتقنالكم بدون ما نبالغ مثل ما قالنا أنه أنا اشتقتلكم أنا حب أشوفكم مروق اللي عندي لو خمس دقائق وكذلك الأمر مع القرايب يمكن كمان القرايب اللي إن أهم الشيء يعني صح كل ما بتكبر العيلة كل ما بعدنا بتصير الأشياء أصعب بس فيه أشياء نشكر الله بعدها اللي اليوم جاي معتنا يعني عاشا كريسمس بشوف أنا كتير ناس أنه بالصور وهيك قد بينزلوا قد بيتباهوا أنه هن بعضهم مجموعين عشانين أو بالمناسبات على كل حال ندار حتى التكنولوجيا عم تجمع اليوم الأتصالات كل الوقت بكل البلدين الجروبات اللي بتنعمل مع الكوزنز وكلنا عنا يوم يعني يعني متصيري كأنه موجودين بس مش ضروري جسدين صح والمحبة بالضل وهيدا أهم شيء يعني فينا نكون مسافرين ولكن القلب بكون موجود ندار صادق شكرا كتير لأليك أهلا وسهلا فيك رح ناخد وقت فيهم نرشان اشتركوا في القناة